مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها على الأقل ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية والتقس بوجه عام بارد نسبي أثناء الليل لكنه لطيف في ساعات الظهيرة بشكل واضح ومشمس أيضا وهناك ضباب متوقع في مماطق البادية والسهول في ساعات الصباح الباكر مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرارة التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة تحت تأثير كتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى ورطوبة أقل تستمر هذه الكتلة تؤثر على المملكة خلال الأيام القليلة القادمة أما الخرائط التي تمثل الضباب فنلاحظ أن هناك فرصة هذه الليلة وفي ساعات الصباح الباكر خاصة لتكون الضباب في مناطق البادية والسهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر وهذا في ساعات الصباح الباكر أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا لكن درجة الحرارة الصغرى 8 درجات أعلى من معدلاتها ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية لأن معدل الصغرى في مدينة عمان في مثل هذا الوقت من السنة وبحدود ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية لكن نتوقع أن تكون الصغرى بحدود 4 درجات مئوية أيضا الرطوبة مرتفعة لكن هناك شابورة وبعض الضباب في بعض المرتفعات الجبلية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة أيضا نتوقع أن تستمر الأجواء مشمسة أثناء النهار تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها يستمر الطقس مستقر والحرارة العظمى في عمان بحدود 16-17 يومي الأحد والاثنين والثلاثاء والصغرى ما بين 8 إلى 9 درجات مئوية أجواء تميل إلى البرودة بالليل وأيضا في أطراف النهار في ساعات الصباح الباكر خاصة عندما تنشط الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية يزيد الشعور والإحساس بالبرودة أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة المتوقعة في الأماكن المختلفة في المناطق الشمالية إربد 21-11 عالم معدلاتها بشكل واضح أجواء لطيفة في النهار باردة رسبيا ليلا المفرق 19-8 جرش 20-10 وعجلون 19-11 درجة مئوية أما المناطق الوسطى أيضا درجات الحرارة عالم معدلاتها أجواء مشمسة لطيفة وقت الظهيرة وفي ساعات الظهيرة أيضا البلقاء 18-9 مأدبة 17-9 عمان 16-8 البحر الميت 25 معتدل في النهار لطيف بالليل 25-17 الزرقاء 19-9 وبنلاحظ كل الأجواء تميل إلى البرود أثناء الليل أما المناطق الجنوبية أيضا أجواء مشمسة ومستقرة لطيفة في ساعات الظهيرة تميل للبرودة في الليل وفي ساعات الصباح الباكر الكرك 18-9 الطفيلة 15-9 الشراه 13-7 وإمعان 17-6 أما العقبي أجواء معتدلة بالنهار اللطيفة بالليل 24 العظمى والصغر المتوقعة 13 درجة مئوية أما المناطق الشرقية من المملكة أجواء لطيفة في النهار لكنها باردة ليلا الأزرق 20-7 والصفاوي 19-5 والرويشد 18-6 درجات مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري شكرا للمشاهدة